اشتركوا في القناة بما انه في اجواء مصالحات وتقارب ومحاولات تفاهم بالمنطقة انا بدي جرب اتفاهم مع جمهور محور الممانعة والمقاومة والصمود والتصدي صراحة ابو السوس صار وقت حلى يعني حبيباتي جمهور المحور العظيم اذا بدكن تعرفوا شي يتعلق بالسعودية ما تتابعوا اعلام المحور هلقت بسيطة اذا بدك تفهم ما تتابع اعلام المحور لان مش رح تفهموا شي ورح اعطي مثل هايدي السعودية مثلا تفضلوا بنظر هالاعلام من كم يوم بس ان السعودية اليوم بدأت تفقد كل اجندتها في المنطقة حيث تعاني من هزيمة مرة في العدوان على اليمن ومن فشل ذريع في اثارة الفتنة داخل ايران من خلال الدعم اعمال الشغب وتفكيك للشبكة التكفيرية التي اوجدتها في العراق والسوريا واليمن ونجدها حاليا تتودد للروس والصيني لذا من اجل ان توازي بين المشكلة مع الولايات المتحدة وبين حاجتها الامنية والاستراتيجية للحماية الامريكية الدائمة تحاول من خلال اعلان تطبيع علاقات مع الكيان السويوني ان تجد البديل عن الحماية الامريكية في حال تعرضت للخطر يعني اللي بيسمع هيك تقارير ابو الصوس بيصير يفتش كيف بده يساعد السعودية ينشيه بيشفقك صراحة يعني مشاكل بده حلم ربنا لا تنحل واهم هذه المشاكل انهيار العلاقات السعودية الامريكية انهارت انتهت لا بل السعودية اليوم عم تفتش عن بديل عن بديل يأمن له الحماية والرعاية يا جماعة العلاقة بحسب اعلام طبعا محور الممانعة بين الرياض وواشنطن فراثيت منحا جديد ستشهده العلاقات السعودية الامريكية خلال الفترة المقبلة وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال التي كشفت ايضا عن مسؤولين امريكيين قولهم بان ادارة بايدن تتحرك لتكثيف التنسيق الامني مع الرياض وبيانة الصحيفة عن الرياض وواشنطن ستمضيان قدما في مشاريع عسكرية واستخباراتية جديدة وجهود حساسة لاحتواء ايران شدد منصق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الامن القومي التابع للبيت الابيض جون كاربي مع قناة العربية السعودية على ان المملكة شريك استراتيجي للولايات المتحدة وذكر ان العلاقات الثنائية بين البلدين تعود لأكثر من ثمانين عاما مؤكدا ان الولايات المتحدة تحرص على ادامة تلك العلاقات بما يخدم مصالح الشعب الامريكي وامنه القومي طيب هلأ شو بيعمل المتلقي الممانع اللي قاعد قدام التليفزيون وعب ينقصف ليل نهار بسيناريوات انهيار العلاقة السعودية الامريكية شو بيعمل يعني كيف بيبلش يفكر لما امريكا تقل له بلسان مسؤولينا انه واشنطن ريك دي تضب المشكل مع السعودية انه واشنطن قررت ما بقى تعمل اعادة تقييم ومعاقبة ومحاسبة بالعلاقات مع السعودية انه واشنطن شايفي الرياض اساسية باستراتيجية الامن القومي هيدا لمعتر المتلقي الممانع ابو الصوس اللي بيشوف تليفزيون يا خيه شو منقل له ولا شو منقل له خوفك عليهم ابو الصوس خوفك عليهم حبيبي بيطلعوا منه هاك للموضوع هاك بيطلعوا منه شو تفضل بيطلع عنده شي كتير يقولوا تفضل هل اليوم تسعى الولايات المتحدة الامريكية الى رأب صدع العلاقة مع السعودية لا اقول انها محاولة لرأب الصدع ولكن سأقول انها محاولة امريكية لتثبيت موقع المملكة السعودية في اطار المواجهة الشاملة التي تخطط لها او تحضر لها الولايات المتحدة الامريكية على مستوى استراتيجية الامن القومي مبارح كانت السعودية تعاني من الاهمال الامريكي وتبحث عن بديل يحميها اليوم فجأة انصر انه لا 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 امريكا عم تتقارب مع السعودية من اجل استخدام السعودية باستراتيجيتها للامن القومي يعني اجت امريكا قاعدت فكرت بحثت لقيت انه السعودية مفيدة الى قالت لك يلا طويلي صفحة الخلاف جبلي السعودية تشتغل عندي وعند مصالحي طب مان شو بيقول هيدا المسكين هلا اللي نايم على حرير انه العلاقة فرطيت قال له لا ما فرطيت وعم تتحسن طب شو بيعملوا هلا صار اللي قال له ايك صار مضطر يخمط نظرية لانه في جمهور وراه في جمهور قاعد ناطر انهيار السعودية وعمو الخليج فجأة حدا قال له انه لا عم تتحسن العلاقات وازها الجمهور هو اللي عم ينهار والخليج عم يتقلق فاذا مضطر المحل الممانع يقول شي قال له ايه عم تتحسن بس هيدا لحظة استغلال امريكا للسعودية طيب كمل حبيبي شو عندك كل ما يحدث الان هو في اطار استغلال محمد بن سلمان للحظة تاريخية مهمة على مستوى العالم يمكن ان نقول انه في هذه اللحظة اي لحظة لحظة افول الامبراطورية الامريكية لذلك هناك لحظة تاريخية يحاول محمد بن سلمان ان يستغلها من اجل ان يعني يوطد موقعه داخل المملكة وخارجيهم ابو الصوس في لحظة القوة الامريكية جاي بذات الوقت مع لحظة الافول الامريكي راكبين على بعضهم ما انا من الاول نصحتكن الصفله خليكن عم بتتابعوا اعلام المحور العظيم هلأ شو فهمتوا هلأ شو فهمتوا امريكا عم تستغل ضعف السعودية لتختم مصالحها او السعودية عم تستغل قفول امريكا لتختم مصالحها ايا وحدة لحبيبي ما هيدا ذات المحلل بذات البرنامج بذات النهار بذات الوقت شغال سطر ايه سطر لا سطر بيسقط امريكا سطر بيرفعها ما فهمت لحبيبي بدي حد يحكيني وقائع معطيات ارقام سؤالي بسيط السعودية وضعة منيح او سيئ الان واضح جدا بان المؤشرات كل المؤشرات الاقتصادية والمعيشية في العربية السعودية هي مؤشرات سلبية على المستوى الاقتصادي البلاد في حالة عدم توازن اقتصادي والناس تتملم الوضاقة درعا كل هذا الوضع هذا حكي هذه ضيوفية بالصوص على القليل الزلامة قاعد بهدوء بوجه بشوش مش عم بيكب حكي بالهوى عم بيحكي عن عناصر ضعف وعناصر قوة وعناصر حقيقية مؤشرات ومش مؤشرات وكلها ارقام واكيد المعطيات تؤكد ما زهب اليه صاحب الوجه البشوش بلومبرغ تقول بان الاقتصاد السعودي قد يحقق اسرع اقتصادات العالم نموا على حساب الهند كشفت وكالة انباء بلومبرغ الدولية عن توقعاتها بان يفقد اقتصاد الهند لقبل اسرع نموا لتحل السعودية محلها وتحقق النمو بمعدل 7.6% جاء ذلك بعدما اعلن البنك الاحتياطي الهندي عن توقعاته للنمو وذلك بنسبة 6.8% بنهاية مارس من العام الجاري 20-23 هلأ بداكين يسدي بلومبرغ شو بفهمها بلومبرغ بالموضوع الاقتصادي عن جد احنا بتبين سخيف محللي المحور بالنسبة له الوضع المعيشي كتير صعب والمشروع السعودي ينهار وهو اللي بيعرفوا هو اللي بيعرفوا بالاقتصاد والله والله من شان مصلحتكم ما بقى تتابعوا اعلام المحور خيب مش بدك تكره السعودية كرهها بس كرهها بزكا وبتقدر تكرهها بزكا وقت اللي بتبطل التابع اعلام المحور هلقت بسيطة على الرغم من انشغالاتها الكبيرة لسيما بالداخل بمواجهة الاحتجاجات الشعبية ايران استنفرت بسبب دورة رياضية بالعراق اللي هي كأس الخليج العربي وكانت قبل بعتت برسالة بموضوع سليماني تحاول من خلالها تقول انه العراق مجرد محافظة ايرانية موضوع مهم استهل كلام جد بعد ساعات على الافتتاح المبهر لخليج 25 في البصر الفيحاء ايران تعلن امتعاضها وتتوعد سنشكو العراق لدى الفيفا بسبب استخدام اسم الخليج العربي والافت الاتحاد الايراني عبر بيان الى انه سيشتكي الى الاتحاد الدولي لكرة القدم على استخدام اسم مزيف لبطولة خليج 25 بدلا من اللقب الحقيقي للخليج الفارسي وانتقدت وكالات ايرانية حضور رئيس الفيفا في افتتاح بطولة خليج 25 والموافقة على اسم الخليج العربي الذي وصفته بالتجاوز على حقوق ايران في المنطقة تركت ايران كل الملفات الملتهبة اللي بين ايديا ولاح العراق على مصطلح الخليج العربي ليه؟ هالأد مهم الموضوع بالعقل الايراني هالأد مهمة اولوية محاربة الهوية العربية للخليج كله بالنسبة للعقل السياسي الايراني كل سياسات ايران بالمنطقة بتتفسر بها الموقف عدوه الاول هو العربي لا اسرائيل ولا امريكا ولا الامبريالية ولا من يحزنون عدوه الاول هو الهوية العربية حتى وهيدي الهوية بحالة الضعيف الحالية اللي مفككة اللي مش اصلا متفق على تعريفه شو حتى بهيدي بحالة الحالية للهوية العربية هي هم لايران هم اصلا هي ما بتسمي المنطقة باسماء دولها يعني ما شايف المنطقة اساسا كدول حرس والثورة امس اصدر بيانا اكد فيه ملاكد استعدادنا للدفاع عن حرم الجمهورية الاسلامية في كل الساحات ضد نظام الهيمنة والصيونية ايران لما بتطلع على المنطقة بتشوف ساحات مش دول وحكومات ساحات ملاعب للحرس الثوري الايراني ملاهي هايدي كلها هايدي الدول ملاهي اماكن مشرعة للسياسة الايرانية اللي بنهاية الامر شو هدفها اخضاع هايدي الساحات للمشيئة الايرانية اللي مش شايف الدول كدول وحكومات شايفة بس ساحات وحرم وفناء منموم يستنفر من مفردة الخليج العربي ما هو مستفز اصلا من فكرة انه هو الدول بالاساس بيزداد الامر سوءا لما مش بس سياسة عراقية بيقول الخليج العربي لما عمامة عراقية بتستخدم المفردة العربية بوصف الخليج هون بيصير الموضوع يعني بيزيد التوتر الايراني رحب زعيم التيار الصدري مغتدى الصدر بقدوم الضيوف العربة الى البصرة لحضور خليج 25 واقل الصدر بتغريدة على حسابه في تويتر ضيوفنا العرب الاكارم من دول الخليج العربي مرحبا بكم ويتعرض التيار الصدري منذ ايام الى ضغوط ايرانية كبيرة حيث هاجمت وسائل اعلام ايرانية زعيم التيار الصدري بشكل شخصي واتهمته بما وصفته بالتآمر على ايران طبعا مش جديد الاشتباك بين ايران والسيد مغتدى الصدر من هذه الزاوية من زاوية عروبة العراق بكتير مواجهات سابقة كان العنوان او عنوان المشكل الصدري الايراني هو عروبة العراق مرى العنوان حوزة النجف العربية في مقابل حوزة قم الفارسية مرى صور بالزي العربي لمقتد الصدر مرى الترحيب بفوز منتقب المغرب بكأس العالم بمباريات عدة والعنوان ان هذا الفوز امل عربي وانتصار عربي دايما ما يجد الصدر فرصة ونافذة لا يضوي على العنوان العربي للعراق بوجه ايران وهذا مستفز لايران اولا لان الموضوع نفسه مستفز وثانيا لان هالكلام عم بيقوله معمم الملف التاني اللي استوقفني هاليومين اصرار ايران على استصدار وثيقة رسمية عراقية تؤكد شو انه قاسم سليماني لما قتل في العراق كان بالواقع بزيارة رسمية للعراق بعد ثلاثة اعوام على اغتيال قاسم سليماني الذي استهدف بغارة جوية امريكية في العراق ها هي تهران ترسل وفدا الى بغداد لانتزاع اعتراف من الحكومة العراقية بان سليماني الذي اغتيل في العام الفين وعشرين كان ضيفا بصفة رسمية على العراق وهو ما يشكل بحسب خبراء القانون رغبة ايران في سياغة ملف قضائي يستند الى خرق سيادة العراق وفق القانون الدولية باغتيال شخصية لديه سمة الضيف الرسمي مع العلم هذه الزيارة لم يتم الاعلان عنها بوقتها لا من قبل الجانب الايراني ولا العراقي ولا حتى السوري ولم تعلن في وسائل الاعلام طيب سليماني صر له مقتول ثلاث سنين من وقت الى هلأ العراق ما قال ولا مرة انه سليماني كان بزيارة رسمية يعني العراق ما عم بيقول هيك بعد ثلاث سنين ايران لا تزال تضغط على العراق ليقول خلافا لقناعته انه سليماني كان بزيارة رسمية طيب هيدا سلوك طبيعي من دولة ايه ايه سلوك اكتر من طبيعي لما هالدولة لا معترفي بهويتك العربية ولا معترفي فيك اصلا كدولة رأي انه انت فناء وحرام وساحة والساحة ما الى حق ترفض اذا اليوم مطلوب منه بسبب المصلحة الايرانية انه تقول زيارة سليماني الى العراق كانت زيارة رسمية ما الى حق والعراق مش انه ااخد موقف ضد ايران تبهوا يعني مش رايح على مشكل يا دوب عم يمشي بين النقط بين امريكا وبين ايران يا دوب حكومة محمد شيع السوداني ودون اي مظاهر لمظاهرة مليونية ماشي بين النقط من جهة العراق منع التظاهرات الكبيرة احياء للذكرى ومن جهة ادان الغارة واعتبرها خرق للسيادة العراقية وعلى سبيل اللياءة رئيس الحكومة العراقية وصف سليماني بانه ضيف العراق استعمل كلمة ضيف يعني ضربي هون ضربي هون طلع انه لا مطلوب من العراق ان ينحاز تماما لحرفية الموقف الايراني مطلوب يقول انه يوما كان سليماني بزيارة رسمية الى العراق ويعمل وسيئة بهذا الموضوع لا بل وانتخاض عبر العراق وعبر الخرق المزعوم لسيادته معركة ايرانية بوجه امريكا عبر العراق هايدي علاقات حسن الجوار بحسب المفاهيم الايرانية ايه هايدي العلاقات هني بيعرفوا مصلحة العراق اكتر من العراقيين مرة بيقلك الشعب العراقي مزعوج من تسمية الخليج العربي ومرة بيقلك الحكومة العراقية ما بتعرف انه سليماني كان ضيف رسمي انا بعرف بالحالتين نحنا اللي منقرر عن الشعب العراقي وعن الحكومة العراقية هايدي علاقات حسن الجوار نهاية الحلقة تصبحوا على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة